أشاد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي بعلاقات التعاون المتطورة مع تنزانيا والتي تمثل نموذجا للتعاون بين دول الجنوب لا سيما ما يخص أعمال تشييد سيد جوليوس نيريري من جانب تحالف شركات مصرية جاء ذلك خلال لقاء مدبولي الدكتور فليب أمبانغو نائب رئيس تنزانيا وذلك على همش مشاركته في فعليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي لتنمية ومن جانبه أكد نائب رئيس تنزانيا تطلع بلاده لزيادة حجم التعاون مع مصر مشيدا بالدور المهم الذي تقوم به الشركات المصرية في بلاده